مرحبا سيارة صنبي بمتاع ازاي اكو عاملين ايه يارب تكونوا كويسين انا سارة وانت بتتفرجوا على درس جديد للمبتدئين في قناة سارة كوريان كرام شجا كابشي داه خلينا نبتدي طيب النهاردة احنا بنكمل قواعد المستوى المبتدئ وفي الدرس ده النهاردة فكرة التناقض بتتكرر تاني النهاردة عندنا اداية جميلة قويه هتستخدموها كتير من هنا ورايح وهي الالصفة او الفعل الهيونجونجسا او الدونجسا وبعد كده يا اما نين لوحدها يا اما ان يا اما نن دا خلونا بقى نشوف على طول استخدامتها وكمان امثل عليها يلا جهز كشكولك وقلمك ويلا نبتدي طيب اول حاجة استخدامها لو تفتكروا او اللي شاف فيكم الدرس اللي فاتح احنا اتكلمنا ان الجيمان بتبين التناقض الجملة التانية بيبقوا جملتين والجملة التانية ظهرت فيها حاجة مناقضة للي تذكر في الجملة الاولى نندي بالضبط نفس المعنى او ممكن نقول كمان ان في الجملة التانية ظهر نتيجة احنا مش متوقعينها اللي هي بعبارة تانية برضو كان فيه تناقض انت كنت متوقع حاجة وظهرت حاجة في الجملة التانية بيانت التناقض ما بين الجملتين فهيبقى معناها بالعربي برضو لكن عادي خالص وبنستخدمها زي ما اتفقنا مع الهيونجونسا والدونجسا او الصفات والافعال فبنجيب الصفة او الفعل طبعا بنشيل الدا اللي هي بتبقى معاها في القموس وبعد كده بنصرفها مع القادة فخلينا نشوف شوية امثلة كده عشان نبتدي نتخيل الموقف عامل ازاي طيب اول مثال عندي بيقول نات اللي هو الضهر وقت الضهر بيقول في وقت الضهر بيبقى في عربيات كتير شا يعني عربية شاقا منند في عربيات كتير هنا الصفة بتاعتي اللي هي منتا بمعنى كثيرا ففي عربيات كتير ولكن هنا اند قد بمعنى ولكن باما نن شاقا اوبصيا ولكن بالليل ما بيبقاش في عربيات خالص طيب تاني مثال عندي بيقول طا نن اوبا نن ان دا عندي اخ كبير اوبا اللي هو الاخ الكبير الفعل عندي هنا اتا اللي هو بمعنى يمتلك وبعد كده زهرت هنا التناقض بنن دا ولكن ما عنديش اخت كبيرة عندي اخ كبير ولكن ما عنديش اخت كبيرة طيب تالت مثال بيقول نوري نن مطا نن دا نوري هي الاغناء الاغاني مطا نن دا يعني لا يستطيع أو ما بيعرفش ما بيعرفش اغاني ولكن ظهر هنا ولكن لما ضفت نن دا ولكن بعرف ارقص كويس فزي ما احنا شايفين استخدمنا ان دا او نن دا عشان ابين التناقض ولكن يا سورة طيب الوقت الجمل واحدة فيها ان دا واحدة فيها نن دا امتى هستخدم دا وامتى هستخدم دا حلو قوي السؤال يلا نركز مع بعض في التصريفات عشان نعرف ازاي هنصرف الافعال او الصفات كلا على حسب الزمن بتاعه طيب ركزوا بقى معي اول حاجة احنا دلوقتي هنتكلم في زمن المضارع تمام بما انه هو الزمن الاكثر شيوعا والاكثر استخداما احنا اتفقنا ان احنا قاعدتنا بيجي معاها افعال وصفات تمام دفلي يا سيدي مع الصفات الفعل ايدا اللي خدنا له درس الواحد وشرحنا كل حاجة ليها علاقة به فايدا مع الصفات هيتعاملوا نفس المعاملة وعلى الناحية التانية هتيجي الافعال تمام تمام طيب سيبك بعد الوقتي من الافعال خالص وخلينا نركز في الصفات ويدا في زمن المضارع هيتصرفوا ازاي لو الصفة او ايدا منتهي بحرف ساكن هروح ضايف اندى زي فعل نبطا بمعنى مرتفع منتهي بحرف ساكن اللي هو البيب صح؟ صح هروح شايل لدى وحاطة اندى هتبقى نبندى نبندى بمعنى مرتفع ولكن طيب فعل التاني زي بمعنى قليل لما يجي اصرفوا منتهي هو بحرف ساكن هشيل لدى وحاطة اندى هتبقى توجندى توجندى وقص على كده اي صفة تعرفها في حياتك منتهية بحرف ساكن تمام تمام الحالة التانية بمنتهى البديهية هتنتهي الصفة او ايدا بحرف متحرك فمثلا عندي هنا يبدا اللي هو جميلة هي الصفة عندي اصلا خليني اكتبها لكم يبدا يرك بتتكتب فلو شلت لدى هنتهي عندي بحرف متحرك هروح ضايف سنيا وبعد كده دى تبقى يب دى يب دى طيب بعد كده عندي هنا حكس اندى جبتلكم مثال باستخدام اي دى عشان ابين لكم هي هناك شيء لكي أخبطتكم هي إيدا كده كده منتهية بحرف متحرك فدايما هتأخذ النين دي ماشي فإيدا مالهاش دعوه بالإند الى فوق هي عشان منتهية بحرف متحرك كده كده لازم هتأخذ النين على طول دي فهنا هيبقى هكسين دي هكسين دي طالب ولكن طالب ولكن باشتغل مثلا فمثلا تغنين هكسين دي إلهاج ويسا يا أنا طالب ولكن أعمل أيضا فاتفقنا كده عشان ما لا أغبطكوش أول حاجة زمن المضارع اتكلمنا على الصفات وفعل إيدا طيب لو منتهية بحرف ساكن بحط إند لو منتهية بحرف متحرك زي أي صفة منتهية بحرف متحرك ومعها فعل إيدا بشيل إلدا وبحط نين بس وبعد كده تاني كرام كده عمين بعد كده بقى تعالوا نمسك الأفعال برضو في زمن المضارع احنا عايزين نخلص زمن المضارع الأول بما إن هو الزمن الأساسي بتاعنا وبعد كده نشوف زمن الماضي جينا بقى نتكلم على الأفعال والأفعال دي هتشمل أي فعل انت عارفه في حياتك including وكمان متضمن فعل إتا وفعل أبتا تمام؟ يعني أي فعل عادي انت عارفه إتا وأبتا عشان احنا هنا حطينا إيدا فممكن حدي يقولي تب يصر إتا وأبتا بتتعامل معاملة الصفات؟ لا إتا وأبتا بتتعامل معاملة الأفعال عادي خالص تمام؟ في الحلقة دي بقى ما أعمل بكل بساطة عايزك تشيل الده وتحطي لي نن ده والله بقى انت بحرف متحرك انت بحرف ساكن انت بأي حاجة هو عايزها هحط نن ده في كل الأحوال مدام فعل تمام؟ مثل فعل و ده يأتي هشيل الده تبقى و نن ده على طول فعل ال ده اللي هو يقرأ هشيل الده تبقى نن ده طيب فعل إتا زي ما اتفقنا هو يتواجد أو يملك هشيل الده تبقى نن ده فعل أبتا اللي هي بمعنى لا يوجد أو لا يملك هشيل الده تبقى من نن ده أعتقد كده الصورة وضحت شوية يبقى في حالة الصفات بحط يئمة نن ده يئمة نين وفي حالة الأفعال بحط نن ده هي حالة واحدة بس مع الساكن ومع المتحرك ومع كل حاجة تمام كده يصوره احنا فهمنا زمن المضارع طيب خلينا بقى نشوف زمن الماضي زمن الماضي بسيط قوي لأنه مشترك ما بين الأفعال وما بين الصفات وإي ده وإن احنا بنصرف الفعل أو الصفة في الماضي عادي خالص فارجعوا تاني اللي مش فاكر كويس تصريف زمن الماضي قدر يرجع للدرس بتاعه فهتنتهي بأط أو أط وبعد كده نحط نن ده على طول من غير تفكير كتير هي نن ده بعد ما صرف الفعل أو الصفة في زمن المضارع فمثلا عندي صفة منطة اللي هي كتير صرفتها في الماضي هتبقى منطة طيب هتبقى مانا نن ده صرفتها اهي قعد وبعد كده نن ده طيب فعل أو ده في الماضي هتبقى وص وطة شيل تلتة ونن ده هتصرفت اهو تصرفها في الماضي زائد نن ده طيب فعل إي ده على حسب الاسم اللي قبله هنا إيسا هتبقى إيسا يطة هشيل الده هتبقى إيسا ين ده إيسا ين ده وهكسن إي ده فعل إي ده مدام قبليه كلمة منتهية بحرف ساكل هتبقى حكسن يطة فما يجي صرفها مع قعدة هنا هتبقى حكسن ين ده حكسن ين ده يركاب زي كده بالظبط تمام؟ يبقى زمن الماضي يسهلها علينا هي قط أو قط على حسب تصريف الفعل أو الصفة وبعد كده حط نن ده وخلص الكلام على كده قبل المحادثات خلينا نشوف شوية تصريفات للأفعال ونشوف شوية خواعد شازة برضو عشان تبتدوا ان انتو تألفوا كلمة أو سماع الأفعال والصفات في حالة نن ده طيب أول فعل عندي هو فعل كده اللي هو يذهب بسهلة قوي هيبقى كان نن ده اتفقنا الأفعال ما بيفرقش معايا منتهي بساكل ولا متحرك في المدارة بحط نن ده على طول طيب فعل ماشي ده يشرب هتبقى ماشي نن ده نفس الحكاية ما بيفرقش معايا منتهي بساكل ولا متحرك بضيف نن ده الها ده الها نن ده مفهوم طيب فعله بقى التتة اللي هو يسمع احنا عارفين ان فعل التتة لما بيجي تصرف في زمن المدارة الطبيعي ان الديجد اللي تحت دي بتتحاول الريل زي ترا يا ترا سمي ده زي كده طيب فبحكم ان احنا واخدين ان هو لما بيجي تصرف الديجد دي بتتحاول الريل هنقول طيب هي تبقى ترا نن ده لا في الحالة دي هيبقى زي ما هو بالزبط مجرد بس هشيل ده وتبقى تن نن ده تن نن ده سمعت ولكن تن نن ده طيب فعل صال ده فعل صال ده اللي هو يعيش هقول سهلة يا صورة هشيل ده هتبقى صال نن ده انت نفسك هتحس بتقل وانت بتتكلم والكوريين بيكرهوا التقل في الكلام هم بيحبوا قوي كلامهم يبقى كلهم سجام وسهولة فقرروا ان هم لما يجوا يصرفوا فعل يعيش مع نن ده هيشيلوا الريل اللي تحت فهتبقى صال نن ده اسهل واخفع اللسان وهتدي نفس المعنى صال نن ده يعيش ولكن ما نن ده ده فعل في الماضي عشان برضو اديكم مثال على الزمن الماضي ما نن ده اللي هو قابل هتبقى ما نن نن ده بحكم القاعدة اللي لسه واخدين عادي خالص قط او قط بعد كده نن ده ما نن نن ده طيب تعالوا نشوف شوية صفات بقى صفة زي كده اللي هي كبير هتبقى كن ده لان كده منتهية بحرف متحرك فهنحط النية نبع كده طيب صفة تانية زي بابده برضو منتهية بحرف متحرك بعد ما شيلت ده هتبقى بابده طيب صفة بقى زي مولده مولده يعني بعيد مكان بعيد لما يصرفها تبقى ايه؟ هولي صورة سهلة مولده منتهية بحرف ساكن بعد ما شيلتا هتبقى مورانده صح؟ هقولك لا مش صح الكوريين بيصرفوها بطريقة تانية برضو لتسهيل النط فبتبقى مونده مونده بمعنى بعيد ولكن تمام؟ طيب طبطة حر جو حر هتبقى ايه؟ سهلة يا صورة برضو هتبقى طوبنده لقى برضو لان هي اصلا فعل طبطة انتوا عارفين ان تصريفو بيبقى ليه تصريف شاز احنا ما بنيجي نقول الجو حر في المدرعة بيقول طوايا ما بنقولش طوايا لا بنقول طوايا فهنا تصريفو معنى ده هيبقى برضو تصريف شاز اللي هو طوونده طوونده حر ولكن طيب صفة زي بلغتة اللي هو بمعنى احمر يكون احمر يحمر يعني لون الاحمر يعتبروه صفة بلغتة بمعنى يبقى لونه احمر هتبقى بلغنده تمام؟ ده برضو يعتبر تصريف شاز واخيرا كيووطة اللي هي كيوت كيوويا يعني حاجة لطيفة حاجة كيوت لما يجي اصرفها في المدرعة مع قاعدتنا هتبقى كيووونده ده دي ما فيهش اي حاجة شازة انا بس بدربكو على تصريف صفة في زمن الماضي يبقى عشان ما نتوهش مع بعض الحاجات اللي قبلها نجمة دي زي ما انتوا شايفين هي اللي ليها تصريفات شازة فياريت نكتبها في نوت كده مهمة ونخليها على جنب بنرجع لها في اي وقت عشان ما نتلغبطش وكمان عيني نتيجة عليها كتير طيب دلوقتي بقى فعلا نجيه الوقت اللي نشوف فيه المحادسات عشان نكون خلصنا درسنا النهاردة طيب التاهوة اول محادسة النهاردة بتقول ايه؟ اول محادسة معي بتقول وايك كشيكتاني انغايو؟ ليه ما بتروحش المطعم ده؟ واح بيسأل صاحبو انت ما بتروحش المطعم ليه صحيح؟ سأقول له كاجيوغن سانده كاجيوغ اللي هو السعر سادا اللي هي صفة بمعنى رخيص سادا هو آ رخيص نامو مورا نامو مورا ولكن بعيد قوي ده اللي هو لسه وغدينه الصفة اللي هي موردا لو صرفناه في المدارة هتبقى مورا ممكن ترجعوا برضو لدرس زمان المدارة لو حد متلغبط فهو بيقول له هو أسعر وكويس ولكن هو بعيد قوي فعشان كده مش بروح فلما جي صرف صفة صدى شلنا الده وحطينا نين ده على طول فبقت سانده طيب توبون جا تاني حاجة واسا جا قطي ايه اخبار الشركة الجديدة ايه اخبار الشغلك؟ فويسا يعني شركة؟ قال له ايرن مانن دا والجبن جا قايا والجبن اللي هو السالري المرتب هو بيقول له ايرن اللي هو الشغل مانن دا كتير ولكن والجبن جا قايا ولكن المرتب صغير اوي يعني انا بايخد فلوس وليلة مقرنة بكل المجهود اللي بيتعامل هنا زي ما انتو عارفين الصفة بتاعتي مانن تا بمعنى كثير لما جينا نصرفها ضفنا ان دا لانها متاهية بساكن طيب بعد كده تنشي جي بيوتا يه اخبار بيتك بيتك عامل ايه بيقول له بانغ ان كجي آنن دا واجانشتين دو جي ايه بانغ اللي هي الغرفة كجي آنن دا يعني ليست كبيرة هنا حطينا نن دا عشان دا فعل ان تا فعل ان تا اللي هو بمعنى ليس يكون الغرفة ليست كبيرة فاشلنا التا وهتبقى نن دا كجي آنن دا ليست كبيرة ولكن يعني خدوا بالك عشان ما تتلقبطوش انا في العادي لو اصرف كده هتبقى صفة ولكن لما نفتها استخدمت كده ان تا ان تا دا فعل للنفي بمعنى لا يكون فانا اتعاملت على الاساس ان انا بتعامل مع ان تا مش مع كده فعشان كده بقت ان دا واجانشيرين توجي سايو الغرف مش كبيرة ولكن عندي حمامين في حمامين في البيئ طيب اخر مثال عندي بيقول يوجينشي نن كورون هسا يو هل تزوجتي يا يوجينشي قالت انيو لأ ادي كورون عن هنن دا لأ لسه متجوزتش صرفت عادي كورون هدا في الماضي بقت كورون هتا لما جيت سيحطها مع نن دا بقت كورون هن دا نام جاتشين جوجا يسو يو ولكن لدي حبيب انا لسه متجوزتش ولكن في شخص مرتبطة بيه طيب الوقتي دا الواجب بتاعكم جربوا تجاوبوا الجملتين دول في التعليقات مهمة اوي تحاولوا تجاوبوهم عشان تتأكدوا كويس ان انتوا فهمتوا الدرس كشيكتانج قطية بيسألوا بيقولوا ايه اخبار المطعم دا جاوبوا باستخدام الصفاتين دول ماشيطة وبالصادة وبينوا التناقض ما بينهم حطوهم في جملة بين التناقض ماشيطة بمعنى لذيذ وبالصادة بمعنى غالي وخدوا بالكو هنا ماشيطة هتتعامل على اساس ان فيه فعل ايطة فيها تمام طيب تاني حاجة تاني سؤال عندي بيقول جانيك بغاصية كالت عشيك كالت عشيك جاوب باستخدام الفعل مقطع وهو رد قال له ايوه اجابتك بيجا كوبايا جعين ايوه حاجة بعد كده جعين استخدم في الاجابة الفعل مقطع سوف نقف لحد هنا النهاردة اصف لو طويلت عليك ولكن قاعدة نندا مهمة جدا 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 وهتستخدموها اكتر مما تتخيلوا وفيها شوية لغبطة فكنت حابة اغطي اكبر قدر ممكن من المعلومات اللي ليها علاقة بالقعدة دي متنسوش تدوسوا على لايك لو الفيديو عجبكو وتشاركوه كمان مع صحابكو اللي لسه بيتلغبطوا او بيتعلموا الكوري وكمان متنسوش تجاوبوا على الاسئلة في التعليقات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة